طيب نروح للموضوع أفضل رجمات لو حركت نركز فيها أو نعملها في الصيف عشان أنا أخد رجيم في الصيف أولاً لازم الرجيم ده يحافظ على معدل السكر في الدم إنك دائماً تسمع في صيف ده أنا أهبت ده أنا سخصخت السكر تحرق عندي فاضطريت أكل حاجة حالي فهي دي الكارسة أنا مثلاً عندي مشكلة يعني بتيجي فكرة شوبراش دي على الساعة ربعتها بني بديموك يعني بطول الجوم بمحافظ على لفسي بس ديلي بالليل كده وسط غروب شوبراش رهيبة دي في منتها الخطورة دي في منتها الخطورة ليه ليه معنية إن أنا السكر يتحرق زي ما الناس بيتخيلوا وبأخلاص بيطرقش وعايزة كل حاجة حلوة تمام فكل حاجة حلوة بعدها بساعتين بقى أتعب برضو دي بتبقى نتيجة حاجة سمها بنسميها هيبر انسورانيميا يعني بانكرياس بيفرس كمية عالية جدا من الإنسولين بتكون النتيجة إن كل السكر اللي في الدم يتخزن فالشخص يحس بالرعشة أقول هبت أقول هبوت ونهو عاوز هي الحقيقة كل حاجة حلوة طب يعمل إيه تكرار العملية دي بيؤدي المرض السكر دي حاجة الحاجة التانية بقى إن أنا بقعد طول اليوم ما كل شي أجي على بليل أتنفط وجسم يتريش والحق نفسي بالحاجة الحلوة دي بتبقى نتيجة بنسميها إن أنا بقى عمل ستيميوليشن بنشط دايرة بسميها ستارفاشن ميكانيزم الدايرة دي بتعمل إيه بتحمينا من المجاعة أنت ما كلتش طول اليوم بقى وفرحانة هي ده لما كانتش لاجبت بسي والنهار ده بقى عامله ريجيب الجسم عاوز يحافز بقى عبطاقة عنده فيبتدي ينشط الدايرة دي نمرة واحد هتوقف الحارق طول ما أنا ما باكلش الجسم ما بحرقش نمرة اتنين بقى الجسم يفرض إنزيم يعمل شراها على وجبة إيه لحاجة حلوة تلاتة كل اللي أكله يخزينه كل اللي بتاكله تخطي عشان كده أغلبية الناس المالية ناسمنا تلاها ما بتفترش الصبح طبعا وتقوم الصبح مقصوطة جدا إنها مش هتاكل فالنهار ده يبقى يوم رجيم تفضل كده لغاية 9-5-6-7 ماكسما بقى